كواليس بالدورة دلوقتي في نادي الزمالك خلاف او مش هنقول خلاف اختلاف في وجهات النظر حول عودة محمد ابو جبل للفريق في ناس شايفة انه محمد ابو جبل عايز يرجع نادي الزمالك وعايز يكمل مع نادي الزمالك بعد فشل انتقال للنصر السعودي وفي ناس تانية بتقول لا هو اللي اختار الرحيل هو اللي اختار يمشي من نادي الزمالك وادام هو ما لقاش فرصة في مكان اخر فالزمالك مش المفروض يبقى فتح له الباب هو سبب الزمالك يمكن في ظروف كان الزمالك بينافس فيها على الدورة وظروف صعبة في رأيين يعني في رأيين هتقول لي الرأي اللي ممكن يمشي هقولك الاميل انه ابو جبل مايرجعش هم ميلين شوي ان ابو جبل مايرجعش طيب امتى ممكن يرجع لو الزمالك ماقدرش يحسم صفقة حارس مرمى جديد للفريق كلام طبعا على محمد بسام حارس مرمى طلعي الجيش اللي طلعي الجيش متمسك بيه جدا فممكن ابو جبل يرجع بس تصوري الشديد انه ابو جبل صعب يرجع نادي الزمالك والاقرب لمحمد ابو جبل الاقرب لمحمد ابو جبل في مصر لو الزمالك خد قرار انه مايرجعش للفريق هيكون فريق المصري البورسعي ده الاقرب لمحمد ابو جبل ده فيما يخص حارس مرمى نادي الزمالك السابق اللي رحل عن نادي الزمالك بنهاية عقده نادي الزمالك كمان اكترب جدا جدا وربما حسمها يعني صفقة السنغالي ابراهيمة نضاي جناع فريق ودي دجلة السابق فريق لورزين السويسري الحالي هو اللاعب قدم مستوى جيد جدا مع فريق السويسري كان مقدم في اللاعب كويس او مقدم شغل كويس جدا مع فريق ودي دجلة الامور بالنسبة له تقريبا حسمت مع نادي الزمالك ناديه السويسري كمان اعلم انه اللاعب انضم لفريق جديد بس ما قالش اسم النادي امين مرتضى قوريدي كان في السويسرا وما كانش معلن هو في السويسرا ليه كل الخيوط بتقول انه خلاص الصفقة تقريبا حسمت لنادي الزمالك بشكل رسمي والامور خلاص اول صفقات نادي الزمالك الاجنبية لعب اجنبي لتعويض اشرف بن شري هو لعب جناح مميز جدا سواء على الناحية اليسرى او الناحية اليمنى ابراهيمة نضاي شوفنا مع وادي دجلة وطأ الله جدا في الدوري السويسري صفقة